السلام عليكم الله مشاهدين الكرام أصبحت مهمة مراجعة الدوار الحكومية العراقية لإنجاز معاملة ما من المهمات الصعبة والشاقة يعني مهما كانت معاملتك بسيطة وسهلة ما تستغرغ غير جرة قلم سيتفاجأ المراجع في الروتين القاتل والصعوبات الإدارية والتي ستأخرى المعاملة ممكن أيام أو أسابيع وحتى أشهر إذن بحرقتنا لهذا اليوم من ليش لا سنناقش هذا الموضوع وكيف نتخلص من عنده وما هي الحلول لكن قبل أن نخذ بتفاصيل حلقة دعونا نروح للتقرير وراجع العراقيل والروتين صداع برأس كل مواطن قد يعاني مننا يومياً داخل الوزارات والهيئات الحكومية ورح نشوف أنفسنا أمام طوفان من الإجراءات الروتينية حتى نستطيع أن نخلص معاملاتنا ونخرج من الجهة المعنية الخاصة بإنجاز المعاملة على خير يمكن يتفاجأ الكثير من عدنا أن معاملته تنتهي بعد أسبوع أو شهر أو أكثر رغم أنها في الحقيقة ما تحتاج سوى ساعات معدودة أو يوم على أكثر تقدير هذه المشاهد الحقيقية اللي مربيها الكثير من عدنا داخل بعض الهيئات والوزارات إذا مؤغلبها هذا الروتين الإداري هو بحث ذات ظاهرة متخلفة وتقع ضمن دائرة الفساد المالي والإداري اللي تجاوز حتى الخطوط الحمراء ورح تبقى هذه المعرقلات قائمة بفعل أسبابها ورح يظل للمواطن العراقي ضحية التصريحات الضبابية وضحية الرسوم والضرائب والغرامات وتأخير إنجاز المعاملات على حساب وقته وحقه وكرامته مهما كان عمر هذا المراجع هذا الشيء يصير ويا البعض من اللي يعانون من الخوف والقلق والتوتر عند مراجعتهم والمؤسسات والدوائر الحكومية حتى يخلص وحدة من المعاملات بل الأكثر من هذا أكوم يحسب لهذه المراجع ألف حساب وحساب يظل يفكر ويخططها قبل ما يحين موعدها بأيام ولا عجب إن البعض يحاول التغلب على هذه الفوبيا بعلاج شاف يسمى الواسطة أو يلجأ إلى مكاتب تحقيب المعاملات وإذا تأملنا قليلا راح نشوف إن العمل الإداري قائم على أساس التسهيلات اللازمة والخدمة المقدمة بأبسط أشكالها ليس بأساليب معقدة تؤدي إلى تذمر المواطن أو التشبث بالأفكار التقليدية القديمة وبالأنماط الجامدة للإدارة وباللوائح والتعليمات الشكلية بعدما رجعنا من التقليد نشوف إن المواطن لا يستطيع أن يتخلى عن مراجعته للدوائر الحكومية لإنجاز معاملتها أما إصدار المستمسكات الرسمية أو تجديد المستمسكات أو شراء وبيع أقار أو النساء إذبنا لا محكمة التنفيذ حتى يأخذ المستحقاتهم أو الرعاية الاجتماعية يعني تفاصيل كثيرة ومعقدة فهذا المواطن مجبر أنه يراجع حتى يأخذ مستحقاته أو ينجز معاملته فنشوف إن المواطن عندما يذهب إلى الدوائر يزدم بطابور طويل من المراجعين يظل يدور في متاهات ما يعرف أسبابها يظل يراوح بما كانه شون يتخلص من هذه المتاهات يأما بالرشوة يأما بالواسطات يأما أنه يتوسل ويترجى الموظف أو المدير حتى تنجز معاملته بأسرع وقت فهذا قد ينفع أو لا ينفع من الأمور ومن الدوائر المزعجة لدى المواطن خلنا نحكي بفئة النساء هي محكمة التنفيذ عندما المرأة تأخذ مستحقاتها مثلا نفقة الحاضر الغايب كثير من التفاصيل نشوف أنه هي تحجز حتى يحصل على مستحقاتها يعني تروح من الصبوح من الفجر حتى تسجل اسمها بعدما يسجل اسمها يشوف الموظف قبل ما يجي الموظف يعني طبعا فنشوف أنه هو معاناة بعدما تنجز هذه الأسماء وتكتب تروح إلى الموظف نسحب الأصبارة وهذه معاناة والسرع على الأصبارة بعدها تروح إلى التدقيق فنشوف أنه نحن بعصر التكنولوجيا في 2022 نشوف أنه الموظف يحسب بإيدي الأشهر المبلغ يحسب بالحاسبة يعني اليدوية نشوف أنه تفاصيل معقدة ممكن أن نحن نقضى على هذه التفاصيل بالتكنولوجيا والتطور يعني هي جاية كل شهر تأخذ مئة ألف أو سبعين ألف أو مئة وخمسين هي وأطفالها نشوف هي تهلق صحياً جسدياً عصابها يعني تنهار وهذا تنجبر أنه هي تحلي شخص أنه هو يمشيها بالمعاملة أو يتوكل أبوها أو محامي حتى يخلصها من هذه المشكلة أو كلها مصاريب إذن هي شنة اللي استفادته بالتالي أنه إحنا في حل حل شلون؟ أنه إحنا نستأصر هذه الحلقات الزائدة نشوف أنه عندنا السؤال يطرح من الكل أنه هذا الروتين هل هو إجراء قانوني يحمل مواطن أو هو مجرد لتأخيره وتعذيبه؟ تعالوا نشوف الجواب أراجعي لكم طبعاً الروتين في دوائر الدولة إجراء قانوني لحماية المواطن أم لعرقلته طبعاً لعرقلته وتأخيره لأنه كل حلقات زائدة تثقل كاهل المواطن بتمشية معاملة معينة أو أي إجراء يراجع عليها بدوائر ومؤسسات الدولة هذه الحلقات الزائدة ستزيد من حجم الفساد بمعنى أنه بدل من معاملة مالتك أو مالتك تمشي مثلاً تنجز بثلاث أيام إذا وضعت عرقيل وروتينيات راح المعاملة تتعطل بدل ما تمشي بثلاث أيام راح تمشي بعشر أيام وهكذا بالنسبة لباقي المعاملات والتأخير طبعاً راح يضطر المواطن يدفع رشاوة ومبالغ على مود يتم إنجاز المعاملة وهذا بالنتيجة أيضاً يدفع الموظفين اللي يقومون بتمشية هذه المعاملات إلى ابتزاز المواطنين والمواطنين يتعبون من تعطيل الإجراءات فيضطرون إلى دفع مبالغ وبذلك ينتشر الفساد ونحن شفنا عندنا تجربة وية مؤسسات الدولة كل ما تضع الدولة حلقة زائدة من العراقيل في مؤسسات الدولة ستنتج لنا باب آخر من أبواب الفساد وهذا ارتداد عكسي وعمل خاطئ بالحقيقة القضاء على الفساد وعلى الروتين مو بزيادة الحلقات اللي تصعب على المواطن تمشية معاملاته أو مراجعاته إلى دوائر ومؤسسات الدولة اللي المفروض تبسيط هذه الإجراءات مع وجود فاعلية لمراقبة أداء هؤلاء الموظفين لأننا عدنا نمتلك أجهزة رقابية مثل هيئة النزاهة مثل هي الدائرة نفسها المدير غيرها من الموظفين المرؤوسين يعني أقصد على الموظفين الأقل منهم درجة فالمفروض تكون متابعة لتمشية معاملات المواطنين لإنجاز أوراقهم الرسمية وبذلك هذه الأبواب الفساد التي أصبحت مستشرية في كافة مفاصل الدولة نتيجة وجود روتين قاتل ونحن نشوف بين فترة وأخرى يوجد قرارات تصدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وآخرها كان قرار إلغاء صحة الصدور يعني أي واحد هسا عنده معاملة ونريد يمشيها يطلبون صحة الصدور الكتاب صحة صدور الجنسية صحة صدور شيء وحكذا وهاي صحة الصدور طبعا تأخذ وقت اللي تجي الإجابة وبيد معتمد وكتابنا وكتابكم فمجلس الوزراء أصدر إعمام بإلغاء الإجابة على صحة الصدور وتم المخاطبات الكترونية طبعا تبسيط الإجراءات للمواطن تعود علينا منافع كثيرة جنبا يعني أولا الفساد يقل ثانيا المواطني يشعر أن مؤسسات الدولة تعمل بصورة صحيحة بس هذا الشيء للأسف أنه مدى يصير بسبب الناس الموجودين يعملون بمؤسسات الدولة هم عناصر أولا فاسدة وثانيا غير كفوة يعني مو الشخص المناسب بالمكان المناسب وهذا يمتد إلى درجات عليا يعني حتى الدرجات الخاصة يعني نشوف مثلا التقارير اللي تصدر من المنظمات الدولية من منظمة الشفافية أنه دائما العراق يحتل مواقع متقدمة بالفساد الإداري وهذا فساد المؤسسات هو يرهق كاهل الدولة أولا يضعف عملها وثانيا يزعزع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ولذلك نشوف استياء شعبي واسع من قبل المواطنين لأن المواطن معاملة ما التمتونجز بطريق سهل دائما سوء خدمات من ضمنها هي الخدمات الإدارية اللي يقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين يعني الخدمات مو فقط تنصرف إلى وجود ماء وكهرباء وخدمات تبريض لا هي الخدمات تشمل كل ما يتعلق بحياة المواطن العراقي وهذا كفلة دستور ضمن مبدأ لكل مواطن يعيش بكرامة وتصان هيبته وكرامته وكونه إنسان بس اللي نشوفه دايصير العكس من ذلك لأنه المواطن داييتعب عندما يراجع دوائر ومؤسسات الدولة بسبب الروتين القاتل بسبب سوء الإدارة بسبب عدم وجود رقابة فاعلية وعدم وجود وسائل ردع حقيقية تجاه هؤلاء الموظفين الفاسدين الموجودين في دوائر الدولة اللي يستغلون الناس من أجل حصول على مكاسب مادية عن طريق من خلال طرق غير قانونية رشوة والابتزاز وغيرها إذن من النقاط المهمة اللي يجب نناقشها بحلقتنا لهذا اليوم موضوع وقت إنجاز المعاملة نشوف أن المعاملة في الدوار الحكومية العراقية تستغل وقت طويل يعني أشهر أتابيع وحتى سنة أو سنتين هذا كل المواطن يكون برحلة طويلة بين الأخدام والتواقع وصحة الصدور صورة قيد شهادة الخبير القانوني وغيرها من التفاصيل اللي تنطلب من قبل الموظفين وحسب الجهات المقتصرة أنه هذا القانوني حكمنا وهذه الدولة اللي وضع هذه القوانين بالإضافة للرئيس القسمي كل ما موجود مثلا أو الموظف كل موجاز أو ماكو شخص بديل إليه هذه كلها تفاصيل معقدة كلها حلقات زائدة ما لها أي صحة من الوجود يعني هو مجرد يمشي بمسيرة بطيئة روتينية معقدة بالتالي راح يجبر المواطن بهذه الحالة على قولة أهلنا يدفع المقسوم المند الدلالين المعقبين المحاميين هنا حتى يشتري راحة باله حتى يحافظ على الصحة حتى لا يستغرق وقت طويل حتى ينجزها أو يكون بهذا الطابور الطويل من المراجعين وكثير من التفاصيل هنا الشهر استفاد المواطن فإحنا لازم أكون حلول بديدة أيضا من المقاطر المهمة هناك شبابيك عديدة بعناوين مختلفة ومجرد أن ترزم حتى تحصل على توقيع ومن المهم أنه نقتصر هذه المنعطفات نعطي صلاحية للموظف أن يقوم بهذه المهام حتى نقلص العدد من الشبابيك بالتالي راح نستأصل هذه الحلقات الزادة إذن نقطة مهمة أنه يجب أن نستأصل هذه الحلقات الزادة يجب أن نقلل هذه المنعطفات بإعطاء الصلاحية للموظفين آخرين أن يقومون بهذه المهمة هو مجرد توقيع يعني أنت تلزم سرعا ويتحصل على هذا التوقيع بالتالي هذه الحلقات زائدة ما الهداعي نشوف المواطن بدل ما يتخلص معاملته بساعة ممكن هي تستغرق وقت هذا يعني مجرد توقيع بسيطة جدا لكن نشوفه أنه هو بدل ما يتخلص منها نشوفه يدخل بورقة وحدة تطلع بعدة ملفات عدة أوراق تحصل على كثير من الأمور أيضا من النقاط المهمة الضغط صحة تستدور هاي مشكلة ووقت تستغرق يعني يعني أكو تلقؤ نشوف الفكومة جاهلة عنها أو بدل نعرف أنه هناك تفاصيل كثيرة وهناك نقاشات عقل لهذا الموضوع لكن ماكو أي استجابة أيضا من النقاط المهمة اللي نناقشها هو موضوع البريد وهذا أحد أسباب تأخر إنجاز المعاملة نحن بالعراف عندنا وبالدواء البريد يستغلق وقت طويل خاصة إذا كان بريد بين بغداد والبصرة أو بغداد والمحافظات أخرى أو محافظة إلى أخرى يعني تعقيدات كبيرة وطويلة إحنا هنا عندنا نقول بعصر التكنولوجيا بعصر الأنظمة الألكترونية لماذا لا نفعل هذه الأنظمة الألكترونية؟ لماذا لا يكون بدل البريد الورقي بريد ألكتروني يعني إحنا قلنا البريد يستغلق أسبوع أو ممكن شهر يعني تفاصيل كثيرة إذا فعنا هذه الأنظمة الألكترونية وكان أكو ارتباط بين الدوائر الدولة حنشوف أنه أنا بثواني يوصل البريد عن طريق الإيميل أو الموقع يعني حالها جدا بسيط إحنا نبدأ نقطة نقفة إذا فعلنا هذه النقطة رح نقلل أو رح نشوف أنه الوضعية تمشي تمام رح نشوف أنه المواطن شوية يعني حيحس أنه أكو تحسن أكو عمل الدولة تتسوي شيء يفيد المواطن فإحنا هنا نشوف أنه المواطن دقع بهذه المتاحب عندما أنت تروح للمعتمد اللي هو المسؤول عن البريد حتى يوصل لك المعاملة أو ورقتك أو صحة الصدور أو غيرها من التفاصيل هنا ما يوصلها ببلاش هنا يقول لك أنا ريد روحتي وجيتي أنا دروح بكروة ما أنت موظف أنت موظف تابع لهذه الدائرة تأخذ راتب على عملك لا يروح له إذا رفضت أنه أنت تدفع راح يقول لك راح أنت وديها وجيبها هنا المواطن راح ينجبر أنه يدفع المبلغ اللي يطلبه حتى يتخلص من هذه المعاناة هنا نحن نقول إذا فعلنا هذه الأنظمة فعلا وبدل ما يكون بريد قلنا ورقي يكون ألكتروني هنا بدل ما يكون موظف مسؤول عن هذا البريد إذن أكون موظف موجود وهذه الطريقة أأمن إذا على الأمان فهذه أأمن يكون موظف خاص ما يدخل هذا السيستم فقط الموظف المسؤول عن هذا البريد بالتالي ستنحل هذه المشكلة إذن مشاهدين كرام تعالوا نقارن هذا الموضوع مع بقية الدول بقية الدول خاصة متحاضرة نشوف أنه عندهم بطاقة ثبوتية واحدة يجدون هي عن طريقه يسيرون وينجدون معاملتهم بكل يسر ويعني بدون معاناة لكن بالعلاقة نشوف أنه إحنا ما عدنا أوراق ثبوتية أو أورقة ثبوتية هي اللي تثبت وليها تخلصت من معاناة كثيرة عدنا جواز السفر عدنا جالة السوق عدنا بطاقة السكن عدنا الجنسية بطاقة موحدة لأن كثير من التفاصيل أنت لازم تأخذها بياك ورغم هاي أنه أنت مجهز أمورك وتطلع لك عراقيل ما تعرف شنو إسفاد حيث أيضا من النقاط المهمة عندهم بكل دول العالم أنظمة إلكترونية تقدر أنه أنت تطلب معاملتك عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق النظام الإلكتروني وترسل عن طريق البريد وممكن أنه تتبلغ أنه تم إنجاز معاملتك تعال حتى تستلمهم إذن أكو نظام أكو أن الدولة متابعة هذا الموضوع هنا نشوف أنه معظم المشاكل وأن موجودة فهي بسيطة وقليلة بالتالي أنه إحنا نفتقد لهذه الأنظمة ضروري أنه إحنا نعالج هذا الموضوع لأن المواطن نفكر بيئة الكبير بالسنة نفكر أنه يعني شون هو بموسم طيف شته يعني كثير من التفاصيل يجب أنه إحنا نعالجها طبعاً كل دولة العالم أكو أنظمة الإلكترونية تنظم عملهم بالتالي إن وجدت المشاكل فتكون هي بسيطة ومعالجتها أيضاً بسيطة إحنا هنا بالعراق نفتقد لهذه الأنظمة طبعاً أيضاً عندهم نظام يتابعون الموظف تابعون المدير شوفون إنه موظف كم معاملة إنجاز شنو الكلكو شنو صار عندهم أخطاء حتى يعالجوها بالتالي هذا في سبيل راحة المواطن وين إحنا من هذه الأنظمة؟ وين إحنا من هذا التطور؟ ليش إحنا بإذن 22 أماكو لحد الآن أي معالجة لهذا الموضوع؟ وين مشروع الحكومة الإلكترونية؟ بس نسمع أنه ليون أي تنفيذ؟ تعالوا نشوف الجواب؟ راجعيني حقيقة يوجد موضوع جوهري يدوى موضوع الحكومة الإلكترونية والبوابة الإلكترونية للدولة العراقية الدولة العراقية بخدماتها المتنوعة في وزاراتها وفي دوائرها والكمية الخدمات والهادفة والخدمات العامة لا تمتلك قدرة على تحويض جزء الإلكتروني من أعمالها إنما جميع ورقي وروتيني كما سبب حقيقة عدم إمكانية هذه الدولة بما يقدر بـ 4.5 مليون موظف 2.5 من عدهم هم موظفي مدنيين عدم قدرة على خدمة ما يقارب الـ 40 مليون مع العلم في دول العالم نسبة 2.3% الوظائف الحكومية تخدح نحن وصلنا نسبة 8% 7% وما قاعد نقدر نقدرهم سبب شنو؟ تذهب إلى دوائر التقاعد والمصارف غيرها ازدحام وهوس ومشاكل حقيقة كبيرة بسبب كثرة الأشخاص لكن العالم وصل إلى نتيجة يجب أن يكون جزء من المعامل الإلكتروني الذي لا يستحق حقيقة أن يكون ولقي وانتظار نزال ولقية تعمل فبدأت الحكومة منذ 2010 لغاية اليوم على عمل على بوابة الإلكترونية حكومة الإلكترونية ظهرت منها في سنة 2021 بوابة أور الإلكترونية يعني رابط لجميع دوائر الدولة وتستطيع هذه البوابة عن طريقها يكون هناك تعينات هناك تقديم مباشر كثير من الخدمات لكن للأسف إلى اليوم لم تفعل هذه البوابة أسأل يسألني شون يفعل؟ أكو نوع من تفعيل هذه البوابة النوع الأول من تفعيل البوابة هو تفعيل الأداء الآن في دول العالمة عندما تراجع أي دائرة وتحصل أي خدمة أنك تدخل على البوابة هذه تدخل على الدائرة تريثة تسجل أنك ستراجح هذه الدائرة في هذا اليوم الثاني يوم تجيك استبانة على مبالك جاوبنا على هل حصيت على خدمة؟ هل أخذناك رشوة؟ الوقت اللي استغرقته؟ هذا تقييم الأداء راح يرجع إلى مجلس الوزراء فيتباك عن جميع الدوائر والوزارات والمؤسسات حول الخدمة المقدمة فبالتالي تقيم أداء الدولة تقوم تقيم يا بأتي دائرة أداء شيء أتي دائرة أداء جيد هذا النوع حقيقة فقدناه فقدناه بشكل كبير بسبب عدم وجود تقييم عن طريق بوابة أول الإلكترونية الآن تذهب إلى دائرة وتكشم الساولات تفتح واجه الإلكترونية ولا شيء تبتز وتؤخر ومزاجيات وغيرها ومن الرقيب؟ لا يوجد رقيب يعني رقيب يعني داخل الدائرة المدير يريد خاطر الموظفين مدرهم الموظفين يريد خاطر المدير فبالنتيجة لا أحد يقول على أداء سيئة فبترى الدولة بلا تقييم أداء علمنا نحن نصف تسعين تيروليون دينار رواتب تشغيلية وتقييم أداء ما عندنا خدمة سيئة للمواطن فالنوع الأول في هذه البوابات هي حقيقة تفعيل الاستبعال الإلكتروني والجيال الإلكترونية بالنتيجة سيكون لدينا تقييم أداء النوع الثاني انتقلت كثير من دول العالم يصبح جزء من المعاملة قد يصل إلى 70-80% من المعاملة جزء الإلكتروني يعني على سبيل المثال أنت تقدم على قرض قرض يطلب مستمسكات ويطلب عدة مطلبان ليش تروح وتقدم هنا ويوم ويومين ويومية نقص وغيرها خب هي عن طريق هذه البوابة أنك تكون معملية تحميل المستمسكات وغيرها يبقى فقط التوقيعات وغيرها تذهب التوقيع كذلك المعاملات تقاعد وغيرها ممكن تخلص 50-60% عن طريق البوابات الإلكترونية يبقى الشيء يطلب بصمة يطلب حضور توثيق شخصية يجزون عليه هذا ليس بأمر الصعب يدينا أداة لكن ليس يدينا عقلية لتفعل هذه البوابة ما زال مجلس الوزراء بعقلية نشر الإعلانات لن ينتقلون لهذا فبالنتيجة هكذا بوابات الإلكترونية هكذا حكومة الإلكترونية تفعل الأداة وتفعل كذلك الخدمة التي تقدم إلى المواطن إذن مشاهدين الكرام طبعاً أكو حالة شهادتهم وعائلة تكون من أربع نفرات راحوا دي طرعون جواز سفر راحوا لدارة الجوازات العامة طبعاً موضوع سهل بسبب الأنظمة الإلكترونية بسبب التكنولوجيا يعني واصلة لها بالدائرة الحمد لله وشكر وأن المعاملة والأمور مشت بسهولة يعني ممكن تتطلع جواز بأربع أيام إلى أسبوع قبل شلنا يعني أسابيع المهم هذه العائلة تكون من أربع نفرات راحوا طرعاً جواز سفر مشكلة واحدة واجهوها اللي هي أنه الطفلة عمرها 8 سنوات أو 9 سنوات تقريباً والصورة الجنسية هي عمرها أشهر قالوا أنه غاي الصورة ما تثبت إنه هاي البنية يا بنياش قال إنه إحنا نريد صورة قيد قالهم شو صورة قيد قالهم شو صورة قيد قالهم أبوها أنا أبوها وهاي أمها يعني موجودين فإحنا أكبر إثبات ودليل قال والله إحنا هذا النظام عندنا هي تقول بسبب إنه هذه الصورة الموجودة بالجنسية تعتبر بلغتهم إنه هي عجينة أي نية تتركب عليها أوكي راحوا إلى أحوال مدينة الصدر طبعاً هناك كارثة هذه الدائرة بكل معنى الكربة إنه هي الضائع من القهر لكل مواطن يراجعها راح نعرف الأسباب راح الموظف حتى يصدر إنه وثيقة إنه هي تثبت إنه هذه البنية هي بنته رفض الموظف ينطي هذه الوثيقة قال له أنا أريد أن أجيب الكتاب من المختار إنه يثبت هذه بنتك طبعاً هنانا الأب فقد أعصابه يعني عندنا نحتيها باللغة العامية ظل يضرب على رأسه يقول أنتم مقتنعين بهذا الموضوع إنه المختار يثبت هذه بنتي إنه المختار يثبت هذه بنتي وأنا أبوها ما أقدر أثبت لك بنتي شنها التخلف الأحد بي فهنانا الموظف قال له والله هاي حكومتك وهاي الأنظمة القانونية المتبعة عليك أن أنت ترتزل بها طبعاً المدير طبعاً موجوده حاضر ما قدر يسوي أي حل لهذه المشكلة تفى إنه هو يشاهد المشهد ورح هنا نصدر إنه هو المواطن الوحي المختار طبعاً العلم إنه هذا شايل بمنطقة جديدة يعني المختار ما يعرفه وما يقدر يثبت إنه هذه بنتي مثل ما رات جاب هذا الكتاب من المختار راح صدق بي المسجلس بلدي وراح وندو قال له هاي أنا ريض تطيني هذه الوثيقة اللي صورة قيد تمام بالتالي إنه هذا الموظف ما اعتمد هاي استوه بوعد هو عافظ هاي الوثيقة قال له هاي صورة القيد ورح راجع لدى أراماتك لانا الأب قال له شنون مونت خليتني يوماً أروح وأجي قال له والله هذا هو النظام حتى نثبت نانا إحنا مشكلة مشكلة يعني كبيرة يعني أب وأم يقدرون يثبتون هاي بتهم والمختار اللي هو مختار المنطقة اللي مصال لأشهر قاعد بيها راح انطال مقصوم حتى يطي هذي الورقة وتثبت إنه هاي بنته بقى ناقص بس يقول لنا ريد تحليل دي أل أي عاب فإحنا هذا تخلف إحنا وين وصلنا ويارات إنه هو استفاد منها هذ مشكلة كبيرة إذن السؤالي يطرح نفسك ليش هالتعقيدات ليش لا ما تكون أقو قاعدة بيانات تربط دوائر دورة مع بعضها ليش ما أقدر أنا أدخل على قاعدة هذه البيانات وأعرف إنه هذه البنية هي نفسها أو لا ليش أنا راح أجيب ورقة من المختار إذن إحنا بحاجة إلى تحديث خجف الجواب لا أجعيكم السلام عليكم بالنسبة لدوائر البطاقة الوطنية أصبحت لديها قاعدة بيانات حيث تم تسجيل أكثر من 23 إلى 24 مليون نسمة من الشعب العراقي بداخل النظام على مستوى العراق وما أبقى إن شاء الله إحنا دوائر تقريبا أكثر هم غلقت كورقية وأصبحتها الإلكترونية الدوائر الإلكترونية بإمكان أي دائرة من دوائر الدولة شراء قارئ للبطاقة الوطنية من مديريتنا واستعمالها وهذا طبعا يتيح نافذة عمام أي دائرة لقراءة كافة المعلومات للمواطن ومن ضمنها صورة المواطن لكن هناك أكثر الدوائر لا يشترون أصلا القارئ للبطاقة أما المواطن الذي يحمل المستمسكات الورقية نسميها التي هي هوية الأحوال وشهادة الجنسية القديمة فهذه لا يمكن قراءتها لا بقارئ ولا يطلبون صورة قيد هاي يطلبون لها صورة قيد أو يطلبون صحة صدر للهوية بس إحنا أكثر دوائر حاليا يعني مثلا دائرة العقاري دائرة الكاتب العديل دائرة يعني بالمحاكم دا تعمل على قارئ البطاقة الوطنية وأكثر أغلب المواطنين اللي يحملهم بطاقة وطنية دا تمشي مع عملاتهم إحنا حاليا نمر بزخم بزخم لكثرة المواطنين نتعلم أن نحن بالأطلة الصيفية أما بتسجيل المواطنين نحن بنيوم نسجل آلاف المواطنين بالمئات الآلاف على مستوى العراق نتكلم إذا يتكلم على مستوى العراق أما مستوى دوائر بغداد أكثر من عشرة آلاف مواطن تقريبا باليوم دي سجل في بغداد على مستوى البطاقة الوطنية فهي أصبحت قاعدة ميانات لكل دوائر الدولة وموجودة تحتوي على كل معلومات المواطن ومن ضمنها حتى السكن سكن المواطن وتحمل مستمسكات الأحوال المدنية وتحمل معلومات شهادة الجنسية فمن كان أي مواطن يقدم بطاقة وطنية لدوائر الدولة وهي هاي قاعدة الميانات اللي إحنا موجودة عدنا وأي استفسار أي سؤال ثاني يعني حاول طبعا إذا جينا حشينا على دوائر الدولة الحكومية عندما نراجع أي دائرة لإنجاز معاملة راح نشوف أنه هذه الدائرة متهالكة نشوف البناء التحتية تعبال نشوف أنه أغلبها من السبعينيات والثمانينيات يعني متليق بالعراق متليق ب اسمها دائرة حكومية شوف مقاعدها كسرة مغبرة نشوف أنه ما مكيفة يعني بالصيف نشوف التكييف وأنه موجد فهو وجودة مثل عدمه شوف قاعات ما موجودة للاستراحة وأنه موجدت فهي تكون صغيرة ما تستوعب هذا تكمل هائل من المراجعين نشوف ممراتها ما كو نشوف أن المواطن ينتظر معاملته وهو يحترق بالشخص حتى تنجز المعاملة مثل ما قلنا كبار بالسل نساء رجال أطفال يعني مأساء إذا جينا حتشينا على الحواسير فنشوفها هي يعني قديمة وتعبانة مغبرة موظف يعني الميز ماتة يعني مشكلة نشوف الكوبة شاي الماء يعني ما كو نظافة ما كو متابعة ما كو إدامة لهذه الدواء مش على نقطة مهمة أخرى هو الشباق يعني يكون شبابيك عديدة هذا النظام اللي أنت تنحني حتى أنه تنطي المعاملة أو تأخذ المعاملة طريقة أنه أنت تستجدي من هذا الموظف يعني هذا عصر يعني 2022 المفروض هذا إحنا قاضين عنهم منتهي شنو أنا أدنك حتى أنت المعاملة وآخذ المعاملة وأنحني قاطر ظهري في سبيل أنه أنا أتعمل موظف وأترجاع حتى يسهل لأمر ما يسهل لك أمر طبعا الموظف جزء نشكرهم على جهودهم المبدولة وجزء آخر لا جزء آخر أنه يعتمد أنه هو يعني يرته بجوانب آخرية اللي هو مثلا يسالف لجنبه أو يجاء شخص حتى هو كواسطة حتى يمشي أو دخل من الغرفة أنت فاصل كثيرا عندما أنت تجي تحاجج هذا الموظف يقول له يا بمشيني أنا سراية أنت هذا دخل لك من الباب الغرفة يقول لك ما مشي لك يعاني يشده ويا الموظف ويا المراجعة فبالتالي هذه مشاكل كثيرة وعديدة إلها معالجة لابد أنه نقضي عليها يعني بتفاصيل كبير ألقى نجهزها نأتفها ونرتب وضعيتها حتى تليق بالمواطن ليق بالعراق يعني إذا ما يجينا الضيف حتى يراجع الدائرة أو يمر من دائرة يشوفها بهذا الهلاك مشكلة مشكلة وكارثة وأيضا من النقاط المهمة بعض الدوائر الدولة عندها شفك شف صباحي وشف مسائي إذا ما أنت تروح تنجز معاملتك انتهى دوام الصباحي وريد تكمل هوية المسائي ما يستقبلوها وقلت لا أنت تكملت هوية الصباحي وبديت هويةهم خلص تكمل المعاملة وياهم يابا ليش هذا النظام إحنا ليش ما نكمل المعاملة هو دائرة وحدة موضوع نفسه الفكرة نفسها ليش أماني أكمل المعاملة يعني هذه مشكلة أخرى وعراقية أخرى إذن هو ليش وجد الشفك المسائي ما هو حتى نسحي الأمر بالتالي نتخلص من هذه المشكلة فيارات أنه يكون أكو معالجة حقيقية لهذا الموضوع إذن مشاهدين الكرام قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم نقول ما يكو أي مبرر حتى أنه نتأخر بإنجاز المعاملة بعصر رقمنا وإدخال التكنولوجيا إلى كل مفاصل الحياة وأيضا الحل الأمثل حتى نتخلص من الروتين القادر هو إدخال البرمجة الحديثة بالتالي الموظف والمواطن حيكون أكو تعاون بينهم ويتخلص المواطن من الروح أو الجاية من دائرة إلى أخرى ونتمنى أنه يتم الشروع بهذا النظام حتى تعمل فائدة لأجمع إذن مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نتقلقكم الأسبوع المقبل بحلقة أخرى إلى اللقاء شكرا